اشتركوا في القناة الانقية الازكية وعلى الصحابة الاخيار الاصفية الاولياء وعلى من سار على هديهم واتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين اما بعد اعزاء المشاهدين والمشاهدات لازمنا نتكلم عن هذا الخلق الحميدي وهو سلامة الصدر واكرر واقول طوبى لمن رزقه الله سلامة الصدر يعني اللي اعطاه ربي قلب صافي وانقي وصدر سليم فهو الفائز ولهذا سيدنا ابراهيم من تكلم على يوم القيامة قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فمن جاء الله بقلب سليم فهو الذي ينجو يوم القيامة اما القلوب التي عاشت الضغاء وتنفست الاحقاد وعشعش فيها الحسد فهذه قلوب لا تصلح لجوار الله سبحانه عز وجل ولا تصلح للانس به في الدنيا فكيف يأنس قلب ملطخ عليل بصحبة النصوص الوحيين كيف يأنس بالله وكيف يأنس بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يأنس بهذا الدين كيف يأنس بهذه الشريعة التي لا يمكنها ان ينساق لها الا قلب سليم اما قلب الوغر والاحقاد والسخائم فهذا صدر لا يصلح لا يصلح لهذا الدين اخوة الايمان وحتى لو تقمصه فهو مجرد ظواهر ومظاهر زائفة سرعان ما تنكشف اذا هبت رياح الفتن وتعفنت الاجواء وسرعان ما يظهر صاحبها اذا اتيح له الصيد في الماء العاكر كنا نتكلم عن ما ينبغي ان ينقى منه القلب اذكرنا الحسد وجبنا الحديث تعرس الله لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تدبروا ولا تقطعوا وكونوا عباد الله اخوانا هذه هي الامور الاربع الاولى التي ينبغي ان يحاربها المؤمن في قلبه وان يجتذها من صدره اذا اراد ان يكون من هؤلاء الاتقياء الذين يأنسون بالله والذين يحبهم الله ويحبهم الناس من اولياء الله هذو هما صحاب القلب الصافي والقلب الساليم والصدر الناقي الزاكي التاقي وديمرا والصيخوتي واخواتي المستمعين والمستمعات باللي الانسان كين تكلموا عن الحسد ما يتفكرش الناس لي يحسدوا فيه يخمن فيه نفسه لهو راي يحسد اما ذوك الناس هذوك سيكفيك هم الله هذوك الله سبحانه عز وجل تعرف لو كان يوري لك ربي الناس لهم يخطوا لك ما ترقوش يا موسى ان الملأة يأتمرون بك ليقتلوك فخرج اني لك من ناصحين دين المؤتمرات كي اللي انترك راقدهم يخطوا ويحسبوا يحسبوا لك البيتك يحسبوا لذريتك يحسبوا للعمل التاعك ويحسبوا مساكين يحسبوا فسيكفيك هم الله انت شايدير انت ما تقابلش هؤلاء بما يفعلون لا 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 هون هي تنتع للحسد تولي حسود وتنهي على النام لا يا اخي انما تقابلوا هذا بالقلب السليم اسعى لإصلاحي نفسيك هذا اللي حاسي انتايا غادي دخل قبرك واحدك يا اخي تدخل قبرك واحدك تدخلها بقلب سليم بعد تصيب ذك القبر روضة من رياض الجنة يلي قنتا تقول كي ما قلت لك في الحصة صليفاتت تتفكر الناس لك تحسدهم وتخاف ربي وتقول أنا علاها نيحاسد فلان وفلانة أنا علاها ما نعيش بقلب سليم أنا علاها ما نتواضعش وننقذ القلب كيش تنقيه تطلب ربي وتصدق في الطالب لو كان يعلم ربي منك الصدق وصحيح رك بغي تنقي قلبك يعاونك بها تنقيه يعطيك القوة به تدعي للأعداء التاعك يعطيك القوة به تسلم على واحد يدور وجهه يعطيك القوة به تلقي السلام على واحد لي ماشي يرد يعطيك القوة به تزور أهلك لهم من ايفينك يعطيك القوة هذي مشي بطولة مشيين تديرها لأنك نجي منتا تسقم الجسد التاعك تروح صالة وتخدم تفتل الجسد التاعك ولكن رسول الله ماشي قال لك هذا القاوي ومن يملكوا نفساه وعند الغضب احنا القوة في هذا الأمور ها هي ورا هي القوة القوة أصيلوا من قاطعاني هذا هو أصبروا على من ظلماني أعفوا عن من اغتاباني هذه هي القوة القوة هي أن أعيش بقلب سليم وبصدر سليم القوة هي أن أشتث من قلبي الحسد وأسباب الحسد قال علها هاني حاسد ذا علها وعلى هاني نبغى ذا والدنيا كسيرة يا صاحبي وانعيش قعا ستين عام وثمانين ومن بعد وناس كدين راحوا ونزور المقابر ونشوف فيها الأغنيات ونشوف فيها الأقويات واصحاب الفصاحة واصحاب الجمال واصحاب الآناقة والناس كدين راحوا أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها وكما را كنت أقل لك الحسد البصري من كان يشوف جنازة شيء يقول الحسد البصري يقول ميت الغد يشيع ميت اليوم هذا مات اليوم تتموت غدوة لأن الموت تخطاك إليه وغدوة يتخطى غيرك إليك الإنسان قبل ما يفوت الآوان هو تروح ميت حج يقع والقلبك حل وتصوم ألف رمضان والقلبك حل ما قضاهاش فيك رمضان ما قضاهاش فيك الحج راك تخدم في الصح راك مخليل داخل الصح القلب 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 يا إخوة الإيمان وهو أغلى ما في الجسد ألا إن في الجسد مضغى إذا صالوا حتى صالوا حتى الجسد وكله يسري صالحها على الجسد وإذا فسدت فسد الجسد وكله ألا وهي القلب فإذا أغفلت قلبك فما معنى هذه الصلاة ما معنى هذا الصيام تعنيه فيه لقاء إنسان قادر يكابد الليالي بالقيام وقابل قادر يكابد الهواجر بالصيام يسم الصمايم ويقوم الليالي ويتفتر رجليه وقلبها قاعدك حل هذا يعني هذا يعني المقصد من العبادة المقصد من العبادة شهو هو تنقية القلوب ومن مهام المصطفى صلى الله عليه وسلم تزكية الأنفس هو الذي باعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال المبين هذا هو الهدف هذا هو المقصد إخوة الإيمان يعني عبادة قليلة ومعها قلب خاشع قلب ساليم ما يكرهش الناس ما يحقش على الناس هذا هو ولهذا يا إخوة الإيمان هذا كالراجل اللي دخلت خطرة على الصحابة والحديث في مسنة الإيمان أحمد هذا صحاب رسول الله كان مجمع مع الصحابة قالهم أول من يطلعوا عليكم من أهل الجنة قالهم مناسبة ثالثة أول من يدخل من أهل الجنة نفس الراجل يدخل عبد الله بن عمر بن العاص قال هذا عنده سر إذا بشره رسول الله ثمارات بالجنة راح عنده تبعه يعني وقال لا حيت أبي إذا ما قاعدني مشكلة مع أبوي أبويت نرود عندك غير بها يرخوا بعبادته ليلا بايشوا بك يدير فالليل فانهم يره يقوموا كثيرا يعني عبادة قليلة استقل لها عبد الله بن عمر بن عمر بن العاص قال أروح 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 أفلان أنا ما عندي مشكلة مع أبي أنا تحايلت وبهنرود عندك حتى أرقب العبادة تعك خاش رسول الله بشرك بالجنة ثمارات قال له كيف دير عبادتك قال له ليشتها هذا ليشتها أنا دي مهات قال له غير أني غير أني لا أحمل غلا على مؤمن ولا أحسد مؤمنا على خير آتاه الله إياه قال له هذا الذي لا نطيق هو بذيرك واصل قال له أنا من نرقد القلب صاري ما نحسد تا مؤمن على خير أعطاه لها ربي وما نحمل تا حقد شوف ما وصل هذا شوف ما وصلش بكثرة القيام والصيام قيام الصيام هذا أبو الصالحين مش لا نقوله ولكن صفاء القلبي ونقاء النفسي والتواضع والإخبات يعجبني أحد العالم لقيتها خطرة في مينا يعني جزاه الله خيرا قال لي هذه الحجة ستة وعشرين ما قاعدت تقولها الشيخ شحال الحجة مرة قلت لها الشيخ كيرا تخش في هذه المشاعر تعمينا يوقع سمو وروحي قلت لها كيرا كتحس قال لي أنا كل عام نجيب نية قال لي السنة جيت جيت لله بحاجة لي مكيش عند الله قلت لها الشيخ قال لي جئته بالفقر جيته فاقير قلت لها شرح لي يا شيخ فصل قال لي كي نشوف المؤمنين هذو إذا شتوا حد صغير عليا جان عليا نقول هذا أقل ذنبا مني إذا شتوا حد كبير عليا نقول هذا أكثر عبادة مني إذا شتوا حد يعني قوي عليا نقول هذا أكثر يعني عونا للمؤمنين مني وإذا شتوا حد مريض نقول هذا مبتلى خير مني وإذا شتوا حد فاقير نقول ذا ما يتحاسبش أنا نتحاسب مول المال ولاشتوا حد غاني يقول ذاين فاكثر مني ديماً بان روحي تالي الناس هذا هو الإنسان يا أخي كانوا الصالحين من يدعو ربي يقول اللهم أعزني بالذل لك وأغنيني بالافتقار إليك يا أيها الناس ربي قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وازرة نزراء أخرى وإن تدعو يعني تدعو يعني واحد يكون يدعو حمل يدعو وازر با يحمل وزراه وحدة أخر ما يحملاش وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا بوك ما يرفتش عليك السيئات بوك ما ترفتش عليك السيئات سيئات ترفدهم وحدك وقال الذين كفروا الذين آمنوا تبعوا شبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقال الأوزار تاهم وأوزار من فوق الأوزار تاهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون لا تزروا وازرة نزراء أخرى ولهذا يا إخوة الإيمان هذه اللولة ثانيا قلنا اللي كحل القلب بالتجربة بالتجربة هو الناميمة تكلمنا عليها في الحصة ليفاتت الناميمة هو الإنسان يوصل الكلام من عند فلان لفلان مفلانة لفنادة إيه فركت تسيب زوج متصافيين ومتحابين الصباح الحشية تسيبهم عديان تسيب بيت فيه الهنق الحشية الطلاق تسيب أمة تكون مهنية يأتيها رغادها من كل مكان الحشية الفيتن وتنقلب بالفيتن الفيتن والأمة تتحارف فيما بعضها والإعداء يضحك وبناهذ وبناه هذه قاعد تبدأ احنا نحسبو حجة كبيرة ونعطوها تفسير سياسي ترجع للنمامين لوصلوا الكلام وعندهم دي استراتيجي ويعرفوا وين تلوقت المناسبة يطلقوا السم التاحهم قال ربي قال عليهم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وقال ربي يا أيها الذين آمنوا شو شو لا تتخذوا بطانة من دونكم البطانة واعرة لا يلونكم خبالة أي لا يترددون في إيقاع الخبال سواء على مستوى السلطات خبال خاش آنفيلتري ولا على مستوى الأمة خبال خاش فيهم واحدين آنفيلتري ما النوم الخبال الفتن الهلاك المصائب الفوضى بسبب النمامين كاي اللي يخدم عند الشيطان بليس ديكتيلة كيف ينمم كيف يمزق وقلنا كي يشوفوا تاريخ بعض الحضارات كي سقطت من ورائها الناميمة وخاصة الناميمة ذي وين نصيبوها نصيبوها في ليفامي في العوائل كي يشوف أنكوب لعايشين مليح يقول هذو كيف هم مليح كيف هذرية انتقرة وطالعة مليحة ويخ مليح بالطائبين اللي يقول لي نحرق هذا البيت فيسعى بالنميمة وما يقال عن البيوت يقال في كذلك في التجمعات العمالية نسأل الله سبحانه وعز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ينجين من هؤلاء سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا